طب بارك لأستاذ عماد وحيد أهلا بيك ألف مبروك أستاذ عماد مبروك عليكم بحياتي الكابتن ربيع والكابتن أستام عربي ألف مبروك كامونا وليك يا همير ربنا خي قل لي أحساسك قل لي أحساسك اللي جوه قلبك فاك التهنئة يتقدم للناس الانتين اللي جنبك اللي عمروهم في لحظة أطاقة بسوقتهم بفرقتهم الحقيقة الناس اللي معادي تستاهل مني شخصيا كل تأدير واحتراع ربنا خليك وزمات تباعت المبرز زي ويقول لي أحساسك اللي جواك دلوقتي والله كابتن نيدو أنا يعني انت عارف الفترة الأخيرة دي كان فيه كثير من الأموم والمشاكل يعني أنا توكلنا على الله وأنا اتفقلت بالكابتن ربيع لسه شايفه أول مبارح والراجل ده بركة الله يخليك أستاذ ولما شفته أنا استشعرت الاتمئنان أعاوز أبارك لجماهير الناجي الأهلي أولا اللي عملت يوم ملحمة أنا بعتبرها ملحمة يوم التدريب الأخير أكيد وجد أنا على الهوى من كل قلب أنا يعني أنا مش نجم جماهيري ولا حتسلف لحد جماهير الأهلي هي فعلا الحفل والدرع والسيف فعلا فعلا درع والسيف إنها تعادي حد لكن الحقيقة درع والسيف لناديها وقفتهم مع الناديها وقفتهم وهم بيغادروا عاوز أهني كمان الرجل الجسور محمود طاهر هذا الرجل الشجاع الذي اضطحب فرقته وفريقه ولم يخش شيء ناس كتير قوي ما بقصودش حد من عندنا كانوا في المواقف دول بيحتزوا أو ممكن لكن ذهاب محمود طاهر مع الفريق ده كان لي معادي أنا بشكره عليها واللي يعرف الكلام ده التباتل اللي هما حسوا بده في وقت من الأوقات لما كان رؤساء النادي على مدار تاريخه بيصحبوا الفرقة سواء في في ظروف ايجابية او ظروف سلبي حقيقة انا بحيي على الهوى اتمنى ان هو يكون سمعني وبشكر اللاعبين والجهاز الفني وكابتن حكام التدري والحمد لله طبعا لان انا بحييكم ومش عرض اقتنس من فرحة اللاعبين فرادت وبشكر جدا النجوم اللي مع حضرتك وبتمنى لهم التوفيق وشتهم حلو على النادي الاهلي ويعني ان شاء الله نلتقي في معاد قريب احتفل في الاوز النادي الاهلي ببطولة افريقيا الحلم الذي ابتعد للسنوات السابقة عن الخلعة الهوى ان شاء الله اوز عماد انا عايز اقول لك كلمة بس ربنا عمره ما بيضيع تعب حد ايا كان واللي بتعب بتعب علشان حاجة هو شايف ان هو لازم يتعب لها وشايف ان هو عملها باخلاص فاكيد عمره ربنا ما بيضيع تعب حد وقاديك شايف مباراة كان كل الناس الا الاهلوية المخلصين كان كل الناس فاكرا النادي الاهلي هيخسر هناك وهيخسر كمان بنتيجة كلام ده ما كنتش عايز اقوله قبل الهوى لكن كان كل عشام فرجات الاهلي كل عشام ان النادي الاهلي فعلا بيتعب وكل الناس بتتعب وراه عشان كده ربنا كرامنا بفوز وفرحة ما بعدها فرحة فضل انا عاوز اقول له حضرتك ان الفترة اللي فاتت انا مش باطعت في حد يعني مش الفترة اللي فاتت دي زخم الهموم والمشاكل لحتى تدريب فريق جورة تدريب فريق جورة تتخيل يا اخي ان انا اقعد يومين في غياب يعني في غياب القرار علشان نحقق لجنور ندينا ان يدخل يحفظ لاعبيه في منافسة افريقية وكل يوم في مشاكل لوائح ومشاكل ترشدية فالحقيقة ده اخذ بالك كابتن ربيع وكابتن اثامة كابتن ثامير كاممونة يعني متماما ان الضغوط طبعا الناس الاهلي بيبعد لاعبين عن كل هذا الجمل وكل هذا العراق اكيد اوز عمان اكيد الحالة العامة اكيد كل ده الكابتن يعرفوا قيمة ده السلاح السلاح المعناوي وهم اللي يقولوا لي كبتر مني لان انا مش لعيب كور انا اوز عمان انا المهندس محمود طاهر معايا علشان ااكد كلامك عليه انا بشكرك جدا وعايزك تفرح وستيلك بقى يشيل الهم من لجواك ويفرح النهاردة فرحة كبيرة جدا جدا وان شاء الله ربنا مبدأش طعب حد استاذ عمان وحيد